أهلاً وسهلاً بحضراتكم ست أم أشرقت بتسأل اللي كان فيه خلافات مع زوج الأخت حرم الأختهم إنها أو أختها نات زورهم أو ناتشوف والدها أو والدتها ويبدو يام أشرقت بسبب إن انتوا احتجستوها ثلاث شهور عندكم فهو باقي يعني بيرد الأمر ده للأسف يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة هل ندي عليه الأب والأم بيدوا عليه وانت كم بتدي عليه يا سيدتي الفاضلة الدعاء وعبادة عظيمة ولهذه العبادة آداب ومن أهم شيء في مسألة هذه العبادة أو في عبادة الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء الله تعالى علمنا وقال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين طب أنا هعتدي إزاي ده ظلمني أيوة ما أنا ممكن بقى قعد جود في الدعاء بقى وده عمل وده سوى ويا رب انتئم منه ويا رب فنخشى إن يكون في هذا الدعاء اعتدائي أنا ليه حق أقوم أزود هانا بقى في الدعاء أحبش بقى الدعاء بكل الطلبات اللي خلاص ما تخللوش نفس في الدنيا فأكون أعدت خط الحق اللي ليه فأعتدي فالإنسان مش ساعة الغضب ما بيقدرش يضبط نفسه فيكفينا ويكفيك ويكفي الناس أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل وبدل لما ندع عليه النهار ده وبعدين أخلاوت سوء أكتر مع أختك ويمنع أختك منك أكتر إحنا ليه بنستعمل سلاح الدعاء غلط ما هو يسوء ومش عنده أولاد من أختك دي في أولاد لما يجرى له حاجة النهار ده هل ده حيبقى كويس في حق الأولاد ولا لما ربنا يهديه كده ويصلح حاله يكون في حق كويس في حق أختكه وفي حق الأولاد وفي حقه كنته كمان فبدل ما ندع عليه ندعيله بدناش ندع عليه يا رب يهديه ويصلح حاله اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وإلا أنا مش حتى حافظ الدباجات كده أدعو بقل أدعو وأقول ما أشاء كمان ندعيش على بعض وحنكمل الرد على الاعتداء في الدعاء